اشتركوا في القناة 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 يمكن في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة دعاء ترفع للتتاني. عشان كده ندل زمانك عارفية في المفتاح اللعابي بتاعتنا. احنا لو عدينا النهاردة الضرب السريع من نص الملأ او درب بمركز اتنين. مشان يتعدى العشرة في المية. من الضرب وبيد كل الضرب عندنا من مركز اربعة. ازا كانت تتانية لما كانت بتبقى امامي. او ساعات لما بتبقى خلفي بيتدرب من مركز واحد او مركز ستة بسيط. من ناحية تانية لما كانت مثلا دعاء غباشي بتبقى امامي اللعب اللي كان بيروح عند دعاء غباشي بالنسبة كبيرة كان بيخلص. لان هم خلاص هم عارفين ان الرفع تتانية خالفي فهم مستنينها هناك الناحية التانية في مركز واحد. فدعاء غباشي كانت بتضرب بريحية شوية. يمكن دوت الحاجة الوحيدة اللي لازم كابتن ابراهيم يفكر فيها شوية الماطش اللي جاي. ان هو يبدأ يوزع اللعب على المراكز كلها. مش على مركز واحد. يعني لازم النادي الاهلي يعيد حساباته ويشوف مفتاح لعب الزمالي كانت بتلعب علينا ايه. احنا ايه الاقطاقة اللي احنا وعينا فيها النهاردة. اقطاقة واضحة ان احنا ارسالاتنا كده مكنتش مؤسرة. اللعبة مفتاح لعبة بتاعتنا كانت بينا واضحة. احنا معنا نشغل مفتاح لعبة واحد بس. التانية لازم اللعب يتوزع على الملعب كله. عشان يبقى فيه ندية والالكورة تبقى راحة جاية بين الفرقتين. طيب كابتن انجي يمكن اكيد هيبقى فيه محاضرة عاقب المباراة ما بين كابتن ابراهيم وما بين اللعبات. توقعاتك لابرز النقاط اللي هيتكلم فيها. خاصة ان احنا اكيد المباراة اللي جاية هتبقى صعبة جدا بالنسبة لها. يمكن اكيد كنا عايزين نخلص النهاردة ونحسم اللقب يعني بدري بدري زي ما بيقولوا من المباراة التانية. هل شايفة ان كابتن ابراهيم ممكن كان حاطة السيناريو النهاردة ان احنا نخسر ولا كان متخيل ان احنا ممكن نكسب النهاردة وده اللي عمل زبزبة في المواتش وخلالنا ان احنا نخسره. لو طبعا هو ما فيش الكلام ده هو اكيد حاطة خطط اللي احنا هنكسب بس احنا فرصتنا كويسة برضو. كويسة اللي احنا اخسرنا دلوقتي مش مباراة نهاية. دي بالنسبة لنا فيها تعويض. بعد كده مفيش تعويض. فاحنا ممكن دلوقتي نتطرق اخطأنا ونبدأ نشتغل عليها. احنا بالنسبة لنا احنا اعتقد النقط اللي كابتر راهيو هيركز عليها بلوك السريع. ده لازم يبقى ضعبل بلوك على الال. لازم نركز شوية في ارسالاتنا. لازم نركز شوية في استقبالنا. لازم زي ما كابتر حسام قال فيه تنوع في اللعب. ما نبقاش وقفين على لعبة واحدة فقط. لا احنا. يمكن الغلط اللي حصل النهاردة ان كمان يمكن هم اروا تاتيانا بوكانو ده اللي خلاق يلعب عليها بشكل واضح وصريح خلاص اراها. فده اللي حصل بزبط النهار. ما كنا مبكزين معها جدا جدا جدا. احنا من ناحية التانية برضو لو لقينا فرقة ندي الزمالك فرقة كلها كتبتضرب النهاردة. يعني اذا كانت المحترفة ملكة او نص الملعب. او 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 مريم متولي. الفرقة كلها اشتغلت. غير النادي النادي الاهلي كان يلعب باللعب واحد بس. عشان كده هو ده اللي عمل الفرق. يعني كل مرة النادي الاهلي كان يبقى فارق فيها. او الزمالك يبقى بعيد شوية عن المطش. هو بيبدأ يركز على اللعبة بتاعتنا. هي مين اللي هيضرب فا احنا مستنينها. بس هم حافظوا طريقة لعبها وده اللي حصل النهاردة. تاتيانا برضو مظلومة شوية. هي اللعبة كله تضغط عليها واحدة بس. احنا احنا فرقة جماعية بنلعب ستة في الملعب. مش بنلعب لعبة واحدة. فاحنا بالتالي لازم اللي هي بيتوزع. يبقى فيه سريع بيدرب. في مركز اتنين بيدرب. وهي عشان هي على الاقل لما البلوك يوصلها ما يوصلهاش بالسهولة. لكن هم ما وقفين. هم ما بيعملوش اي مجهود ناحية تانية. بواقفين مستنينها. فهو ده سبب من اسباب طبعا خسارتنا. يعني نأمل ان احنا نعود الخسارة دي في المطش المقبل ان شاء الله هيكون بعد غد. ونتدرك كل الاخطاء اللي حصلت النهاردة. سواء من قبل اللاعبات او الجهاز الفني. اكيد هيكون فيه واقفة بعد مطش اليوم. ان شاء الله ان شاء الله يقدروا سيدات طيرة الاهل ان هم يحسنوا الدوري لصالحهم. ونشوف اداء عكس اللي كان موجود النهاردة في ارض الملعب. كابتن حسام شعراوي نجم نجوم النادي الاهل وانتخب مصر السابق للكرة طيرة. بشكرة جدا نورتاني وشرفتين. شكرا لحضرتك. واتمنى للمطش الجايين ان شاء الله ربنا يوفقنا. ونحسن مكتوبة بإذن الله. ان شاء الله يا كابتن. كابتن انجل شامي نجمة نجوم النادي الاعلي. ومنتخب مصر السابقة للكرة طيرة. نورتاني وشرفتين. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا يا وبدال ان شاء الله بإذن الله. مكتوبة جايات. مكتوبة بتاعتنا. واحنا في أجل فتاة الزهب ورجالة وقدها إن شاء الله وإن شاء الله ينحسن لقب شكرا لحضراتكم جدا ساعدنا أكيد بلقائكم وإن شاء الله نتواجد معاكم في استوديو تحليلي جديد ونكون بنحتفل مع حضراتكم بلقب جديد بيضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي شكرا لكم